باش نفشلو هاد المخطط دي الإكرار والإرغام دي الرجال التعليم يدخلوني ساعة التعليم وباش نخرجو التلامدي لآخيري فبداو كيقلو عليش البوليس الشرطة دي الستات ومتيعبوش وجهين وانا ما عندي خبار انا قادس دي بحلشي تيكي دي القريف قدام تانوية ومعي صديق آخ عزيز صديق السيعب السلام نعناني الآن واحد من القوضات الأساسيين اعتز بأخوتي وصداقاتي وذاكرتنا المشتركة فبغوية اعتقل لما حنات الأمور في التانوية مشيت نشوف عباس في البارد أخذي أنا عباس ممو كي هو كونفيدراليو من نقابة البارد أدخل قليش كديرم سخط الواجد كيقلو عليك البوليس كيقلو علي ملينا الرجال التعليم وكيقلو عليك بسهولا كنسمع التليفونات هو كنف التليفونات بك شكا وكيقلو عليك إلى آخيره مشاهدين الأعزاء أهلا بكم سعداء بتواصلنا معكم وسعداء باستضافة الأستاذ حسن نجمي الشاعر والكاتب والباحث في التقافة الشعبية الأستاذ حسن نجمي رجل متعدد للنشغالات مارس الصحفة مارس العمل السياسي كان رئيساً لاتحاد كتاب المغرب لولايتين متواليتين كان من مؤسسي بيت الشعر صدرت له العديد من المؤلفات الأستاذ حسن نجمي كان قريب جداً من عبد الرحمن اليوسفي من محمد نبير الأموي كما هو في الآن نفسه صديق للعديد من الأدباء والفنانين من الفنانين الشعبيين هو صديق لأولاد بن عقيدة هو صديق لأولاد الوعزوي بصمة على المستوى الأكاديمي من خلال أطروحة دكتوراه الدولة حول العطا أهلاً وسهلاً بك سيحة حسن مرحباً جميل الشاعر والكاتب والباحث في التقافة الشعبية مرحباً سعداء بتواصل حوارنا معك شكراً ومتع على الانخيرات كلمبكر في العمل السياسي في الحلقة السابقة كنتمت إنها على التحاق بالاتحاد الاشتراكي سنة 1976 وانتشاب في عمرك 16 سنة طبعاً وانتخابات البرلمانية في 1977 ربما صبحت واحد من المساعدين المقربين لنوير الأموي قائد الحملة الانتخابية في مدينة بن حمد صحح بعد هذه المحطة هذه ربما صبحت واحد من المسؤولين الأساسيين على الحزب في مدينة بن حمد تدريجياً 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 وهذه المرحلة شهدت استضامات كبيرة مع السلطة على السعيد الوطني وكان صداها أيضاً في مدينة بن حمد صحح 1979 الإضربات الشهيرة للصحة والتعليم ثم بعدها أحداث 20 يونيو 1908 ثم لاتق القيادة السياسية في إطر البيان الخاص ببقية السحراء الوطني وقية الاستفتاء طبعاً في هذه المرحلة علاقتك بالسلطان ما كانت شيء سهل صحيح كيف تستعيد هذا الشاب في عمره 16 أو 17 أو 19 سنة مسؤول على الحزب في مدينة صغيرة في مواجهة السلطة وأحياناً في صراع معها يعني ربما كنا سيئي لحظ أن بعض الأطور للإدارة الترابية كانوا من السكة القديمة ماشي من جيل جديد تاليك أنك نواجه السلطة ماشي فقط بما نقوم به من عن الشيطة ولكن أيضاً أحياناً بالأيدي كان بالعراك مواجهة مباشرة واحتكاك مباشر كانت تذكر مثلاً في الثمانين لما كان الاستفتاء الدستوري لتعديل جوجة المواد مادة دي خاصة بالتمديد دي المجلس النواب لمدة سنتين نعم وكان مادة خاصة بولاية العهد بولاية العهد بولاية العهد السن للولية العهد إلى آخره كان تذكر أن التحدي الشركي مثلاً خد قرار لأنه فيما يتعلق بالتعديل الخاص بولاية العهد يخليه الحرية للمناضلين بمعنى أن هذا شأن كما قال الرحيم وبيد أنا ذاك هذا شأن داخل عائلي ما عدناش فيه ندخل لا نعم ولا بلا كل واحد يستعمل قناعته الشخصي أو اقتناعه الشخصي والتمديد كان قاطعه مباشرة فإذن عملياً ولا مقاطعة في اتجاهين معاً عملياً كنت تكلم مش سياسياً ماشي سياسياً عملياً في الملصقات ديال المقاطعة فيه واحد العلمة ديال الكروة حمرائي لآخره في الملصقات وكاللصق ملصق ونزيد خمسين متر لللصق لآخر سلطات راسلة ورانا يعني أعوان ديالها واخدت خطة الجدرمية أنا داك راكبين في الجبات اللي عندهم وكل جدرمي خدا تاكسي أركب في تاكسي من هذا وأعوان سلطة نقدم في تاكسي ونقدم الأخر في تاكسي والباشر بسيارته كيتحركوا داخل مدينة أو خلال مدينة؟ داخل مدينة بنحمد داخل مدينة بنحمد داخل مدينة بنحمد باش ما يتعلق تاكسي هاد الأسطول كله؟ أسطول بالكامل لكي ما تزهق تاكسي لأنهم اللي جدوا مننا كي سابعيننا ما بقيتش كنخلي فريق ديت كندير جوج ثلاثة في اللوجينات الصغرى اللي مكلفة بشنو باش نشتو السلطة باش نشتو السلطة نشتت متقاش نتابعنا نحن عارفة نحن غادين ومتابعين أورانا اللصة هادية كي حدوها إذن كي خصنا نشتو الى آخره وكانت مواجهات مباشرة يعني لا بالتلاسور ولا بالأيدي الى آخره على كل حال باش نعطك مثال واحد بسيط نعطك مثال اخر مرة سي قاسوس في السنة السبعين كون هذا كاتب الفرق كاتب الفرق ميلودي قاسوس الله يرحموه كان رجل تعليم متقاف وسياسي واتحالي حق في الاخره كان رحمه الله باغي دير تجمع انتقابي في اطار الحملة انتقابية المحلية ديال السبعين فده الرسالة ديالقلب يعني بترخيص باش نديروا واحد تجمع في الزنقة كذا في الدائرة كذا كان دائرة جوج كنتذكر برب سلح سنة واخدر رسالة السي محمد جبري هو حارس عام ورجل تعليم ايضا الله يذكره بي خير من المناضلين ومن مسؤولين الفرح كان عدوا في مكتب الفرح وده للباشام اللي يفتح الرسالة قالوا اشنا رايش اش هالشي هذا لا 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 ما مكتوبه مزيان هذه مكتبها كل شيء هكذا ما شيء هكذا ما شيء هكذا قال لي لا راح نطال به المكان والزمان وفيطار الخانون كذا رقم كذا المنظم العمل انتخاب راح كل شيء كنتم لا 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 سيدي لا سيدي اش داليا ما مكتوبش مزيان كيرفضوا هكذا بشكل مجاني لا فلما رجع سي جبريو احنا قالسين في المنقر دي للحزم قالوا را ما بغاش يتسلم مني الرسالة قال لي واش قراء قال لي رايش حلها وشافها وردها لي وكاذا الاخير قال لي ما كنتمش ارى لي يا ديك الرسالة اعطيها لي ايا اخذ الرسالة خرجها من الغلاف ديالها الاصفر ديك الجوة ديك الضرف خرجها من الضرف الاصفر ودارها في ضرفين ابيض ودار الى ساعات باشا مركز بالحمد وعطيها راح وقال لي اديها الى مشا عنده وقال له راح نصح راح نعذر رسالة هاي يا صح قال لي وده با مكتوبة مزيان ده با معقول ده با مكتوبة مزيان الى اخيري نماذج من هذا النوع بغينا ندري جمعية المواهب كتتذكر في سبعة وسبعين وكان ايضا باقتراح منك شخصيا كانت تذكر ديك الوقت وانا اخيري رفض نهائيا يتسلم الملف دي المكتب الفرع حاولنا عدة مرات بطررنا ان نستدعي المكتب المركزي وكان على رأس المكتب المركزي انا ذاك الرئيس الاخ المرحوم السياة عبد الرحمن العزوزي اللي فيما بعد سيتقل لد مهامة في النقابة الوطنية وفي الكنفيدرالية الديمقراطية الشركة وكان من الأطر انا لم اكن اعاد عن الانتحاد حتى شتوف في جريدة المحرر في واحد تجمع في واحد الصورة قالت من الانتحاد حاولين قلت هذا رادينا الكلام كانت نتعامل معه كرئيس دي الجمعية فجاء هو وميهاد وسوغه ثلاثة الله يرحمهم بالسيارة دي الميهاد كما تفكر مسؤولي المكتب المركزي لجمعية المواهب والتربية الاجتماعية وهي طبعا واحدة من الجمعيات الوطنية اللي كان عندها دور كبير صحيح في المجال دي التخيم والطفولة صحيح فجاء واستقبلتهم في مدخل المدينة مشينا عند الباشا احنا يالله وصلنا الى الباشا هو الباشا هو هذا اللي ركب في الطموبيل في الليردوز دياله في السيارة البيضة هو هذا كلاكسون عليه نزلت السيارة عبد الرحمن العزوزي مشي عند الباشا قالوا الساعة الباشا السلام عليكم قالوا السلام وقالت في طموبيلته قالوا انا أستاذ عبد الرحمن العزوزي رئيس جمعية المواهب التربية الاجتماعية جيت من الدار بدا هذا وفد ديال القيادة جايين باش نشوفوك الموضوع ديال الفرع ديال الجمعية ديال اللي بغيش تعطيهم الوصل للإذاع ومغيش تسلم منهم بغيت نعرف علاش فقط واش هاد شيء قانوني ما شيء قانوني شيء حاجة ناقصة نعطيها لك شيء حاجة نوضحوها لك لا سيدي انا ما منعت حد ما منعت حد ده سيدي ما منعت حد قال لي ولكن عمليا هات ما ما خديتيش نعدم تال ميلف احنا غادي نعطيك الميلف ده بوط عطينا وصل للإذاع لا سيدي انا ما منعت تواح وكي نخلي السيارة تتحرك 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 والاخر غادي معاه حجج مترولة كذا واحد الوقت ساكتش في الوجه الآخر للمناظل عبد الرحمان العزوزي رحمه الله رجل الصلب حقيقة يعني في لحظة تقدم امام الباب السيارة وخبط السيارة بيعنف بيعنف قال له عبس السيارة وقف المطار وقف وقف كي يقول الباشا دي المديد بن احمد ووقف قال لي هنس يدي ووقف السيارة اش هاد القباحة هادي اش قلت الحياة هادي اش هادي وتكتمت العدارة كتمتت العدارة كتمتت الدولة انت انا اش جين عندك مرربات وجين عندك الناس من الدارة وجين مكتب مركزي قيادة دي المنظمة وتكت عاملنا هاكدا اشن هادي لبسا تعالوك اوقف اشن بغايت يا سيدي لا انت اشنو اشن بغايت انته سيدي لاش قتمنعنا الجمعية دي عنا اشنو عندك الالاسم قول لنا اليش خاصك شي واخا نعطيوهالك خاصك شي حاجا نعطيوهالك قولها انا عندك شي سؤال نجاوبوك ما منعت حد ذه الأمنع تياسيدي وهذا شيء قد يكون لهمها بعدها وكذا وكذا أنا كنت أتكلموه هنا في 1978 78 معناه بواحد المرحلة لدي الاحتقان الاشتراعي والسياسي والسلطات في البلاد بالنسبة لها الاتحاد الشركي لا ينبغي أن ينشط في العالم القروي ولا ينبغي أن تكون له امتدادات في العمق القروي وفي العمق ديال المغريب يبقى في الحواضر كانت الدولة قررت يعني الاتحاد يبقى مجرد ظاهرة سياسية في المدن وفي الحواضر باعتبار أن العالم القروي كان كله هو القوة ديال الدولة التقليدية في المغرب كما قال ريميلوفو أنت تعرف ذلك في مؤلفه الشهير الفلاح المغربي مدافعا على العرش يعني أطروحها يقائم على أطروحها دي لأن العالم القروي دولة تحكم المدينة بالبادئ يعني إذن أنتوا ما كنتوا بغي أن تكسروا هذا نحن 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 نخدمها في مدينة بن حمز ما زال نوصلنش للعالم القروي ولكن لأن بن حمد هي حاضرة صغيرة مركز حضري صغير سكانه قرويون بامتياز أو لهم علاقات وامتدادات وأصلاً يعني 70% من هذه الساكنة القليلة كلهم أولاد البادية أولاد من الدواور من القبيل كي يكري دار باش وليده في قروي تماما أو لأنه كي يجي ويبيع عشري كذلك عنده بالدويرة في نساكن إلى آخره فهي مدينة تمثل هذا المحيط القروي الممتد دي القبائل المزار بالبعدين ديهم المكونين الأساسيين قبائل العشاش اللي فيهم أولاد محمد والأولاد والخزازراء والمعاريف أولاد بن عريف والأولاد عمار إلى آخره وكي قبائل ملاج إذن نتقدم طبعاً في 78 قلنا أنه 79 غيرت جيل إضرابات شهيرة لرجال التعليم والصحة صحيح وبعدها غيرت جيل أحداث دي العشرين يونيو 1931 صحيح طبعاً كيف ستتفاعل هاد المدينة الصغيرة للسلطة كانت تتخاف أو تسعى أنها تبقيها بعيدة عن هذه الدينامية كيف عشتين تهد للمجال الإضرابات للنقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للصحة وكان أول مبادرة دي المواجهة بين المركزية الجديدة التي تأسست كما تعرف في 25-26 نوفمبر 1978 وانتخاف الأخ نوبير الأموي أميناً عاماً للمركزية دي المقاطية للشغل إذن كانت الأول اختبار دي المركزية دي المقاطية من خلال قطاعين أساسيين لهم التعليم والصحة أبريل تسعود عشرة 11 أبريل تسعود وضفت لهم طبعاً من باب التضامن وكذاً من خيرات دي النقابة الوطنية لتجار صغار ومتوسطين وعلى رأسهم لكساعة المرحوم المولي عبد الله المستغفير تذكر هذه الأيام بالحمد تحديداً؟ طبعاً كنتذكرها جيداً أولاً أنا كنت في تسعود وسبعين تلميط داخلي في تانوية بن عباد في السطاد وكنتذكر الواقع الأولى اللي شفناها جميعاً تلامد وكذا لما جاء يوم الإدراءة نهارت سعود أبريل جاء عامل الإقليم دي السطاد سي القراوي ما يذكره بخير وجاء عن مدير التانوية سي عبدلوها بن عزوز سي عبدلوها بن عزوز كان كاتماً إقليمي للتحال الشراكي ومدير التانوية دي بن عباد هذه تانوية عظيمة تم إنشاءها سنة 1847 وعندها عدد من الوجوه الخريجين من المتقفين والفنان والأطور والكتاب الأساسيين إلى آخره فجاء عنده قال له علش سديتي الباب ما خليديش الأساسي دي يدخلوه يقرره قال له الشي غير صحيح اللي قال لك هذا الكلام غير صحيح أبداً اللي بغي يدخل عنده حرية يدخل يعيشتغل يدخل يشتغل الحال أن الأمر ليس كذلك الأمر يتعلق بأن رجال ونساء تعليم قرروا هم بحريتهم يأخذوا إضراف إطار النقبة ديالهم قلوا طيب عطاني سوارت قلوا اسمح لي ما عندك سوارت انتي لست رئيساً مباشرة ديالي انت ماشر رئيز ديالي قلاش كل رئيز ديالي قلوا رئيز ديالي هو النائب الإقليمي بذلك ساعة كان صنع المختار الغازي هو النائب الإقليمي من الوزارة الطربية الوطنية خصتت لا خصتت ووفي لا قلاني بذل قال له إلى جريع رائز ديالي قلوا طيب اوكي انا غادي مشي نجيب الرئيس ديالك هذا جانب لول وبالموازات تعطاه قمر ان السلطات المحلية كتجيب رجال ونساء التعليم من ديور ديالهم بعنف وبعنوة عنوة بعنف واتدخلهم بش يجيوا ويقرروا في التنوية يجيوا ويقرروا في اطار خطة مضادة خديد قرار انك تعود في ديالك الساعة ماشي كاتب اقليم كتعود في المكتب الاقليمي الشيء بالاتحادية والكاتب الاقليمي كان الاف هذا الصغير فاعتقل هذا الصغير واعتقل عدد من الاطر الاتحادية من رجال التعليم ورجال الصحة ورجال البريد الكون فيدراليين فانا كندفع التلاميذ انهم ميدخلوش للقسم الهما جابوا الاساتده والاستاذ الدين وبالفعل جابوا اساتده جابوا اساتده تمكنوا من انهم يجيبوا اساتده تمكنوا يجيبهم لان عندهم عاناوي مشوا جابوهم الى اخيره وجاء تحت الضغوط نعم تحت الضغوط ورجع العامل ومعاه النائب الاقليمي وقالوا تقني السؤال قالوا في هذه الحالة ما ندخون جمع الوطائق ديالي تخلص دعليه البيرو دياله وجمع وطائقه من الفاته اشياء الاخيره وسلم لهم السؤال تمشل البيت دياله عبدوها بن عزوز الله يرحمه كان رجولا صلبا وكان من على فكرة من القطر اللي درسه مع محمد عبد الجابري وعندما توفي في الثمانينيات اظن في في 81 يعني بعد سنتين تقريبا في 81 اظن ابريل 81 لا خانتني جداكرة الذي أبنه ومحمد عبد الجابري باسم المكتب السياسي الاتحاد الشراكي ولعله كان اخر الامشطة التي اشرف عليها واطرها اخونا محمد عبد الجابري عضو المكتب السياسي قبل ان يقدم استقالتها لم يتم اعتقال عبد الوهب لم يتم اعتقاله لكن اعتقالها عشرات من الجال وطرد العديد من هذه النخبة التعليمية التربوية التانوية مثل ما حدث في بن حمد ايضا طرد عدد من الاخوان والقطور دينا وكما هو شأن الصعيد الوطني صعيد الوطني كانوا 1300 دي المطرودين تقريبا من التعليم الصحة من التعليم الصحة حقيقة فإذن خرجت الكلام باش نفشلوا هاد المخطط دي الإكرار والإرغام دي الرجال التعليم يدخلون نساء التعليم وباش نخرج الكلام دي لآخيره فبدو كيقل وعليش للبوليس الشرطة دي للسطات ومتعلم وش وجهين وأنا ما عندي خبار أنا قادس دير بحلش تيكي دي للغريف قدام التانوية ومعي صديق آخ عزيز صديق السيعب السلام نعناني الآن واحد من القوضات الاساسيين اعتز بأخوتي وصداقاتي ذاكرة من المشتركة فبغوية ثانما حنات الأمور في التانوية مشيت نشوف عباس في الباريد آخذي أنا عباس ممو هو كون في ذرالي ومن نقابة الباريد أدخل قليش كدير مسخط الوجه كيقل وعليك للبوليس كليش قل ولي مالينا رجل تعليم وقل قل السورة كان سمعت التيريفونات هو كان في التيريفونات وكيقل وعليك إلى آخيرة فبشيت أنا عباس لان وركبنا في التاكسي وشيت لبن أحمد وهنا تبدأ مطاردات أخرى في مدينة بن أحمد طبعا اللي غيرت انتهي بأعتقال كثير ما بعد من بعد الحساب الأساسي لأنه لما وصلت لبن أحمد وصلت للدار دخلت للدار منها من الغد الصباح مشيت شريت في جريدة المحرير طلعت عندي البيت ديالي والبيروك وكذا وحد طابلة قلست كنقرة ويطلع وحد طفل عدنا في الفران حسن الجدرمي كيسورك كيسورك هم في الباب خرجت من هذا نحن في الطابق الأعلى وطلعت للسطح وقفزت وراء في واحد المحل وراء البيت وبدأت واحد المطاردة يعني هوليوديا هوليوديا نعم هذا ما طبعا سنقف معك عنه في الحلقة قادمة شكرا جزيلا الأستاذ حسن نجمي الشاعر والكاتب والباحث التقاف الشعبية والمناضي السياسي في حلقة قادمة